عايزة أسألك بقى أرجع لفكرة التمييز أنا أميز الخبر إزاي لما يبقى مجرد خبر من الموقع اللي نشره من عدد المتابعين أعرف إزاي إنه بني آدم ولا الروبوتس ولا اللي هي الأبليكيشنز الجديدة اللي بتوزع دي أعرف إزاي طيب هو السؤال ده فيه شقين هنوصل لمعودة الروبوتس ده وإزاي كان الاصطناعي بس لو صورة إحنا بنحاول نتأكد منها من شكلها العام إزا كانت الصورة مثلا مقصوصة وده بيبقى بيعين من طريقة وضع الصورة نفسها متفابريكة متركبة وده حصل قبل كده في صورة تعبيرية مثلا شهيرة جدا وده موجود وبيحصل والناس بقى عندها قدرنا هتعرفوا بمجردنا بتشوفوا بس هو بسبب القاعدة العامة اللي هي بتاعة وينت بليدز إتليدز يعني كل ما كانت الموضوع بيبقى كل ما كان آسي وفي دم وفي قصوة شديدة بينتشروا وده كان سبب من أسباب السيكولوجية وراء انتشار مثلا الفيديوهات اللي كانت لها علاقة بعمليات إرهابية في دول معينة إن هي كان فيها حاجات زي كده كل ما كانت دموية كل ما ظهرت بالضبط واكتشفوا بعد كده إن بعض منها كان مفبرك وكان متركب وكان معمول بواسطة كاميرات حديثة جدا وإن هو كان معمول جواستوديوهات نحن نجمع نتكلفة في المستوى ده لكن المستوى الصورة إنت لو شفت إن الصورة متركبة واحدة محجبة مثلا حطوها بشعرها واحدة بشعرها وكان يشاهدها الصبح فلبس الترحة دي واحدة من الطرق حد مثلا استحارة في صورة مشهورة جدا اللي هي كان واحد الراجل اللي لبس بدلة وقف جوه الماية في البحر فقال لك ده مدير عامل شاطئ ده مش منطق برضو لازم نكون برضو سايفين دي حاجات موجودة أو قد تكون فيها دموية أو قد تكون فيها طرفة فبتنتشر دي فدي بتتعرف عن طريق أنت جايب المصدر مين هنا فكرة المصدر أنت لازم تعرف إذا كان المصدر ده لو هي صفحة فيسبوك هي صفحة رسمية لمؤسسة هي صفحة زي الصفحات الموجودة اللي بتلمي لايكات وبتعمل إعلانات تمويل مثلا الصفحة دي منين أو تمويل الوسيلة الإعلامية دي منين أو كمتلقي مش حارف الحاجات دي بسهولة أساسا المنظوصة جدا لا يتعدى بإن إحنا بناخد الاسم ده وبنحطه في السيرش انجين محرك بحث بيجيب لك بتلاقي كل حاجة موجودة بتعرف تاريخها جات إمتى حاجة تانية أسهل جدا فيه صورة وإنت تشاكك فيها ومش عارف تعمل فيها إيه فيه حاجة اسمها جوجل إيميج بتعمل أبلود بتحط الصورة عليها هو بيجيب لك بقى تاريخ الصورة وطلعت إمتى على الإنترنت أول مرة ونوعية الكاميرا اللي صورتها والميجا بيكسل بتاع كل حاجة والموضوع لا يتعدى شيرش انجين موجود وأبلود بس طيب بالنسبة للحرجع ثاني لفكرة الخبر الكاذب هل الخبر الكاذب دايما لازم يبقى فيه ركن مش منطقي يعني فيه عنصر مش منطقي أو عنصر زي أنت بتقول دا كان مذكور برضو حتى على موقع العربية أنه ممكن يبقى فيه طرفة أو ممكن يبقى فيه كذبة كبيرة جدا هلازم يبقى فيه عنصر مش منطقي هو العنصر الأساسي اللي يجب يكون فيه هو جزء من الحقيقة تماما يعني هو لا شائعة بتنتشر بدون ما تكون مبني على جزء من الحقيقة فهو الشرط الأساسي أن يكون فيها جزء من الحقيقة فيستخدم اسم شخص موجود بزا وده حصل أنت حد شفت تويتات لبعض الشخصيات الكبيرة فبتلاقي أن التويتة عكس المعتقد اللي الراجل أو الشخصية دي كنت بيتكلم فيها على فكرة فيه تطبيق على الإنترنت موجود بيعمل توييتات مضروبة وبيطلعها باسمه وبالتاريخ وبالساعة وبالتوقيت وبيجيبها باللايك بتاعتها وبالشيرز وبالتويت بتاعتها وكل حاجة ده موجود أي حد بيطلع أي حد يستغلواني موجودة تنترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر